السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز الثالث في الجزء الثاني من الفصل الأول سنتناول أو سنواصل حديث عن الوصف العام لفصول هذا المقرر وفي هذا الجزء سنتناول الوصف العام للفصل الثالث المسمى بالكريستال استركشور أو التركيب البلوري والفصل الرابع المسمى بالكريستال استركشور أو التركيب البلوري سنتناول مقدمة عامة في هذه المقدمة في الحقيقة سنربط العلاقة ما بين التركيب البلوري والخواص الميكناكية العامة للمواد ثم سنتعرف على ما هي اللاتس وما هي اللاتس برامتر ما هي الـ Unit Cell وما هي الـ Crystal Systems أو أنظمة البلورات بشكل عام ثم سنحدد من هذه الأنظمة نظام المكعب الذي سنتناوله بدراسة تحليلية وسنتعرف على أن هناك أن الـ Cubic System هو عبارة عن FCC وBCC وسيمبل Cubic وسنتعرف على هذه المصطلحات في حينها ثم بعد ذلك سنتكلم عن موضوع يسمى الـ Crystal Graphic for Direction and Plan وهي المسمى بالـ Miller in this direction and plan أي المصطلحات الخاصة بالعالم Miller التي تصف مكان وتحدد مكان الزرات داخل اللاتس كما سنتناول بدراسة والتحليل وسنأخذ أمثلة على هذه العملية وكيف نحدد الـ Planner Dynasty والـ Linear Dynasty كما سنرى في هذا الفصل في حينه أما الفصل الرقم 4 المسمى بالـ Crystal Imperfection and Atom Movement أي العيوب التي توجد داخل باللورات وحركة الزرات سنتناول مقدمة عامة عن هذا الموضوع ثم سنتعرف عن الأنواع المختلفة أو مسميات الأنواع المختلفة لهذه العيوب وسنعرف أنها سلاسة أنواع إما أن تكون Pointed Effect أي عيوب نقطية وهي في الحقيقة تتناول وجود الزرة أو في مكان غير مكانها أو أن الزرة خرجت من مكانها ودرجت مكانها فجوة لذلك نتكلم في هذه النقطة عن أن الزرة كما لو كانت نقطة ولذلك سميات بالـ Pointed Effect ثم بعد ذلك نتكلم عن Line Defect وفي هذا المقام Line Defect عبارة عن مجموعة من الزرات فقدت من صف واحد وبالتالي شكلت بما يشبه الخط ونسميها Dislocation أو انخلاع وسنعرف ما هو المعنى وراء هذا الانخلاع أو هذا Dislocation ثم سنتناول Surface Defect أو Planner Defect أنواعه أيضا ثم سنتناول عن موضوع الـ Movement أو الـ Atom Movement وهو عبارة عن سنعرف ما هو Solid Solution أي المكتشور في حالة الـ Solid ما هي أنواعه وما هي القاعدة التي تحدد نوعية الـ Substitution والـ Solid Solution أو العمل الـ Solid Solution بوسطة الإحلال ما هي القاعدة العامة التي تربط ما بين هذه المصطلحة المصطلحة المصطلحة